اشتركوا في القناة لهذه الندوة الهامة التي يحتضنها مهرجان لقرين الثقافي الحادي والعشرين لهذا العام والتي خصص لها موضوع قيم وهام وكبير حضرت صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأمير قائداً إنسانياً عالمياً الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً ما أعظم هذا الشعار وهذا الاسم الذي نعتز به ونفخر وهو بالفعل وسام على صدر جميع الكويتيين والكويتيات ومن يعيش على رحاب هذه الأرض الطيبة لا شك أن هذا ليس بالمصادفة ولا هو بالغريب أن يكون حضرة صاحب السمو الأمير قائداً إنسانياً عالمياً وأن تكون دولة الكويت مركزاً للإنسانية في العالم وهو نابع أساساً من الهوية الوطنية الكويتية من أصالة العادات والتقاليد والقيم الموروثة في تراث الكويت روح المبادرة عند الكويتيين منذ الأزل منذ القدم في نصرة المحتاجين وإغاثة المنكوبين وعون اللاجئين ومساعدة الفقراء في العالم هذه المواقف كثيرة وطويلة وبعيدة في تاريخ الكويت ضاربة في عمق التاريخ الكويتي وهناك الكثير وكثير من الأمثلة الدالة بالفعل على مواقف أهل الكويت شعب الكويت وحكومة الكويت ثم مؤسسات العمل الأهلي لذلك فإن حول مؤسسات وهيئات العمل الخيري والإنساني الكويتي دور كبير ومهم خصصنا له هذه الجلسة وهذا المحور المهم في هذه الندوة التي أعطاها مهرجان القرين الثقافي أهمية كبيرة لذلك اليوم نستكمل هذا الدور بعد أن ناقشنا في يوم أمس في الجلسة الأولى البعد السياسي الحكومي الرسمي وتحليل العلمي من جانب قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت والرؤية الفلسفية لدور الكويت مبادرات الكويت في العالم لعمل الخير وعمل الإنسانية وصداه في العالم الذي وصل إلى أن تكون الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً اليوم دور المنظمات دور المؤسسات الأهلية ولا شك هناك عدة مؤسسات سوف تحتضنها الجلسة الحالية والجلسة التي ستعقب هذه الجلسة بعد ساعة ونصف من الآن حيث اليوم سنتطرق إلى مواضيع مهمة من خلال ضيوفي الكرام اليوم نستضيف معنا الأخ الدكتور إهلال الساير رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي كما يسعدنا أن نستضيف الأخ الأستاذ إبراهيم أحمد الصالح مدير عام بيت الزكاة مؤسستين نعتز بهما ونفخر لما قدماه في رصيد دولة الكويت والشعب الكويتي من إنجازات كبيرة نفاخر بها في مجال العمل الخيري والإنسان سيتحدث كل منهما نصف ساعة ثم سنعطيكم إن شاء الله المجال للتعقيبات والأسئلة وإضافات لهذه الندوة لنوثقها بإذن الله توثيقا يفيد الجميع لنبدأ مع الأخ الدكتور إهلال الساير فضل الكويت كانت وتظل رمزا للإنسانية وصاحبة ريادة في مجالات العمل الإنساني والإغاثي في ظل قيادة سمو وامير الولاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظه الله قائد الإنسانية إن جهود سمو الأمير البلاد في الإنساني والخيري والإغاثي معروفة للجميع وحظيت بشهادات إقليمية ودولية ونحن فخورون بالوصف الذي أطلقه في السكرتير العام لأمم المتحدة بن كيمون على صاحب السمو الأمير البلاد حين قال إنه بطل من أبطال العمل الإنساني والدولي وهي بلا شك شهادة يعز بها كل مواطن كويتي إنما حققته الجمعية من مكانه متميزة في العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي جعلها نموذجاً في العمل التطوعي الكويتي وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية ما هي إلا تنفيذ لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتخفيف من معاناتهم وتشعر الجمعية بكل فخر واعتزاز لمساعدتنا الإنسانية والإغاثية للدول التي تتعرض للكوارث أو من صنع الإنسان بتوجيهات سامية من قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جابر صباح وعلى فكرة الشيخ صباح الأحمد هو رئيس فخري الجمعية هلال الأحمد راح أبتدي بالمواضيع الآتية أولاً شلون الجمعية تأسست وما هي أهداف الجمعية وما هي المبادئ التي تعمل من خلالها الجمعية وبتكلم عن مركز العمليات وإدارة الكوارث عندنا وأيضاً أتكلم عن المساعدات المحلية والمساعدات الخارجية والمشاريع التنموية في ديسمبر 65 اجتمع رجالات 18 من رجالات الكويت باجتماع لإقرار النظام الأساسي لقيام هذه الجمعية بعدها بشهر أشهرت هذه الجمعية سهل توقيع الهكومة الكويتية على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وانضمام جمعية هلال الأحمر اللي عرفت فيها بعد باسم اتحاد دولي لجمعيات الصديق الأحمر والهلال الأحمر إن جمعية هلال الأحمر تطوعية تتمتع باستقلالية الذاتي وشخصيتها الاحتبارية ويتعمل كهيئة مساعدة للسلطات الرسمية في الجانب الإنساني وتشمل دائرة عملها جميع محافظات الدولة وهي على أتم استعداد دائماً لتمديد العون والمساعدة إلى جميع الدول المنكوبة والشعوب المحتاجة تعمل جمعية على تحقيق مبادئ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل البلاد وخارجها على أساس التفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولات الإضافيين ما هي أهدافها؟ أولاً تضمن الجمعية الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المحتاجة والمساهمة في عمليات الإنقاذ من الكوارث وتوفير الإسعافات الأولية أيضاً تعمل على معاونة منكوب الكوارث الطبيعية والأخرى وهي من فعل الإنسان ثالثاً التوسط في تبادل المعلومات بين الغاطنين في المناطق المحتلة وكذلك بين أسرى الحرب وذويهم وتعزيز المعلومات والاتصالات مع اتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً تقدم مساعدات والحماية للجرحة والأسرة والمنكوبين أيام الحرب ما هي المبادئ اللي تعمل بها الجمعية؟ هو مبادئ سبعة الإنسانية الحياد الوحدة العالمية الاستغلال عدم التحيز والخدمة التطوعية بالنسبة حق الإنسانية والهدف منها هو حماية الأرواح والصحة لضمان احترام الإنسان عدم التحيز طبعاً تتعامل بدون تمييز أو تفرقة بسبب الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو العراء السياسية الحياد في سبيل التمتع بثقة الجميع لا تدعم أحد أطراف في النزاعات أو التورط في جدال سياسي أو عرقي أو ديني أو إيديولوجي في أي وقت الاستغلال تتمتع الحركة الاستغلالية في الوقت الذي تتمتع فيه الجمعيات الوطنية أجهزة الخدمات الإنسانية لحكوماتها وتخضع لقوانين دولها وأن تحافظ على استغلالها الخدمة التطوعية طبعاً هي يعني من غير دافع الوحدة يجب ما كلها جمعية وحدة في كل بلد ما يصير جمعيتين الهلال الأحمر العالمية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تتمتع فيها كل جمعيات المساواة وتشترك فيه المسؤولية والواجبات وهي حركة عالمية علاقة الجمعية بالاتحاد الدولي والصليب الأحمر الاتحاد الدولي طبعاً يعطيه نداء لما يصير أي كارثة ويوضح نوع المساعدة التي يحتاجها أيضاً الجمعية تشارك في المؤتمرات وندوات بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في جميع الدول من خلال هذه الندوات يتم تبادل الأفكار والخبرات والتعاون معاً هذه بعض الصور من الندوات تكلم عن مركز العمليات وإدارة الكوارث الثوارئ هذا مركز متمين ما موجود بالخليج في 19 يوليو 2012 تم إطلاق مركز العمليات تابع إدارة الكوارث بجمعية الهلال الأحمر الكويتي هذا المركز يرتبط بمذكرات تفاهم وتعاون مع شركات ومنظمات دولية متخصصة في رصد مواجهة الكوارث والمركز هذا يحتوي على قاعدة رصد ضخمة تضم كافة أنواع الكوارث الطبيعية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لصانع القرار حول نوع الكارثة الطبيعية وبيئية أو نزاع مسلح والذي يشمل التقييم المبدئي والاحتياجات العاجلة للجميع أو الدول المنكوبة هذه صورة من المركز يوريك جميع نحاء العالم وين تصير الكوارث وأيه المهمة أيه من المهمة خدمات التي تقدمها الجمعية على المستوى المحلي طبعا الجمعية لها دوار التمعية الاجتماعية مختلفة داخل الكويت مما يعزز دورها الإنساني والاجتماعي نحن نوفر الدواء للمحتاجين الغير الكويتين لأن بعض العلاج مكلف جدا مثل العلاج الوباء الكبدي يكلف كل مريض خمسة آلاف دينار بالسنة والوافدين ما يقدرون على هذا فالجمعية تساعدهم دائما في هذه أيضا توفر الدعمات للغلب هي هم غالية والمستدمات الطبية والكراسي المتحركة أيضا رعاية الأسر المحتاجة تواصل مع نزلاء دور رعاية الاجتماعية وزيارة المرضى تقديم الإسعافات الأولية المصلين في المسجد الكبير خلال شهر رمضان مشاركة في انتخابات مجلس الأمة مجلس البلدي يعمل مكتب السجون عندنا مكتب في السجن على توفير الخدمات الإنسانية للسجناء ومتابعة أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم والأسرهم أيضا نستقبل طلبة المدارس للتوعية بالعمل التطوعي أيضا ننظم دورات إسعاف أولوية للمتطوعين ومتطوعات وهذه مهمة جدا لأن بعض المرات الناس يقدرون ينقذون أرواح الناس إذا عندهم معلومة بالفرست إيد أيضا نشارك في المعارض على المستوى الداخلي ما هي الخدمات تقدمها الجمعية من مستوى الخارجي مثلت المساعدات الإنسانية امتدادا للبرامج الإنساني التي تنفذ الجمعية بتوجيهات سامية وتعبير عن استمرار برامج الجمعية الإنسانية العديد من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها طبعا الخدمات هي إغاثة عاجلة بالأول وبعدين البنية التحتية وبعدين مشاريع تنموية السودان مثلا أقامت جسر جوي وبحري وشراء من السوق المحلي مساعدات غذائية خمسين ألف عبوة غذائية مساعدات عينية متنوعة عدد خمسين ألف من بطانيات وشلتر وطربال وخيام وهذه بعض الصور على المساعدات في الصومال أقامت جسر جوي وبحري وشرينا دائما نشتري من السوق المحلي يوفر علينا مشروع حفر عشر آبار مائية لأنا ما كان عندهم جفاف ومائي مواد غذائية عشرين ألف عبوة غذائية أربعمائة طن من الرز ألفين طن من الدقيق إفطار صائم ألفين أسرة تقدم سيارتين أسعاف مولدات كهربائية للمستشفيات ومشروع الأضاحي هذه الصورة مع مالة الأسعافات والغذاء والصومال بالنسبة حق الفلبين الكويت من أوائل الدول اللي بدأت نداء الواجب الإنساني تبرعت بعشر ملايين دولار وهذا عطيناهم مواد غذائية مواد صحية توفير الخيام والآن جاري عمل بناء ألف منزل في الفلبين اللي حاشم التضرر هذا بعض الصور توزيع السربيا والبوسنة دمرهم الفيضانات طبعا والمنازل دمرت وطلبوا مننا نرمم ونبني بيوت لهم فترميم 270 منزل في البوسنة وبناء 40 منزل في سربيا وفرنا مواد غذائية وصحية هما كانوا يعتمدون على زراعة كبيرة وطبعا الفيضانات دمرت الأراضي فطلبوا مننا بذور فبذور وعطيناهم بذور وأيضا حق التركترات كانوا يحتاجون ديزل فوفرنا لهم ديزل عشان ترجع للزراعة لهم وهذه بعض البيوت اللي رمنا منها شكلها حلو تايلند طبعا الجمعية قدمت عديد المساعدات لتعرضت الكارثة في السنامي 2006 هذه كانت من أكبر كوارث كان في تايلند عندهم الصيادين قوارب طبعا راحت ووفرناهم ثلاثمائة قارب وخلينا يسوون القوارب داخل تايلند على أساس نمشي معامل مالتهم وعشر تلاف عبوة من المواد الغذائية الصحية وعيادات متنقلة هذه بعض القوارب اللي أعطيناهم مع المكاين مع ال وهذه بعض التوزيعات اندونيسيا طبعا أيضا حاشها السنامي أكثر لأنها بدت من هناك بيننا محطة مياه لأنها كان تلوثت المياه مع البحر وقرية المرحوم جابر الأحمد صباح 150 منزل وبنينا مدرسة للأيتام ووفرنا 300 قارب صيد للصيادين وتوفير 60 شاحنة لنقل مع المعدات الثقيلة اللي حصل الكارثة كانت في بنده آتشي وجزيرة سوماترا تدمرت ما قدروا يوصلون كل الأشجار والبحر تدمرها فطرق كلها راحت فلذلك وفرناهم 60 قطعة شاحنة نقل معدات ثقيلة من كاتربيلر هذه بناء المحطات المياه تشوفها وأنا شربت منها كانت مياه ملوثة لما طلع أول واحد شربت أنا طبعا الباجين خافوا يشربوا وهذه بناء مدرسة الأيتام وطبعا توفير 300 قارب شوفها القوارب كلهم صنع محلي شغلنا العمالة في اندونيسيا وهذه المعدات الثقيلة اللي عطيناهم علشان اللوجيستيك يشتغلون عليها بالنسبة على باكستان بنين مخيمات طبعا وبنينا مستشفى في كاشمير وفرنا 50 ألف عبوة من المواد الغذائية والصحية هذا صورة المستشفى اللي بننا في كاشمير وهذه بعض المخيمات صور من بعض المخيمات طبعا بالنسبة للفلسطين الجمعية تابعت بقلق شديد تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في اغطاع غزة وظروف الإنسانية المأساوية حقيقة غزة يعني لقينا مشاكل كثيرة لدخول غزة معابر كلها تسكرت ولكن الحمد لله توفقنا في بعض المؤسسات داخل غزة ساعدتنا وأيضا لما فتح الحدود بدينا نشتغل فيها قام الجسر جوي محمل بمساعدات طبية بحمولة 80 طن وأيضا توفير سيارتين أسعاف مثل ما قلت لكم شرينا من السوق المحلي من مصر 600 طن من المواد الغذائية ونقلناها من خلال 60 شاحنة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وزارة الصحة الفلسطينية أيضا شراء من السوق المحلي بقيمة 3 ملايين من غزة نفسها 80 دولار في منظمة نسمى منظمة تعاون الحقيقة ساعدتنا ندير بالشراء هذه المواد ووزعناها داخل مواد غذائية وديزل كان يحتاجون ديزل حق الكهرباء وحليب أطفال وأدوية هذه بعض الصور توزيع المواد الغذائية داخل غزة هذه الطائرات تشوف الشاحنات فلسطين طبعا شرينا من القدس 30 ألف عبوة من المواد الغذائية والطبية ومن السلدمات الأطفال والفرش والتعاون مع وزارة الشؤون في غزة وهذه بعض الصور التي تم توزيعها في غزة وهذه زيارة المرضى داخل قطاع غزة أيضا جهود الجمعية دعم الشعب الفلسطيني ما توقف يوما من خلال المشاريع منها 30 ألف حقيبة مدرسية ترميم المنازل أكثر من 500 منزل بالتعاون مع الأنروة مشاريع الكسوة بصفة مستمرة خلال عيد الفطر والأضحة دفع الإيجارات ولا يزال 500 أسرة بصفة شهرية مشاريع الرغيف لمدة 30 يوم لخلال شهر رمضان وهذه بعض الصور التي توريك توزيع الحقائب ومشروع الرغيف هذا كان مشروع وايد ناجح بالنسبة حق اللاجئين السوريين عملت على تنفيذ العديد من الأنشطة والإغاثة لمساعدة لاجئين سوريين في الأردن وفي لبنان حيث بلغت حوالي 15 مليون دولار هذه المساعدات شملت توزيع مواد الغذائية والبطانيات لأنه كان فيه برد ومشروع التدفئة 3000 دفاية إفطار الصائم عدد المستفيدين 50 ألف وكسوة العيد الفطر والأضاحي 5000 أسرة وكسوة الشتاء 5000 أسرة وعلاج المرضى بعضهم كانوا يحتاجون وقسيل كلا كان مكلف وختان الأطفال وعيادة الأسنان هم ساعدناهم تأجير المخابز لتوزيع الرغيف لمدة 7 أشهر وما زالت مستمرة هذه تشوفون هنا الدفايات اللي وزعناها حق المضررين وهذه بعض القوافل والشاحنات للاجئين السوريين بالأردن هذه توزيع المساعدات على المخاميات وإفطار صائم طبعاً لفنان والأردن هذا مشروع غسيل كلا ومشروع كسوة العيد ومشروع إفطار صائم كلها كوبونات هذه حملة الإغاثة للأردن ولبنان مشاريع التنموية جمعية قامت كثير من هذه المشاريع منها تأسيس كبناء المدارس والمستشفيات والقرى ومحطات توليد المياه وحفر الآبار وغيرها من الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية تعتبر المشاريع التنموية الجانب للمشرق العمل الإنساني الذي قامت به الكويت تمثل بالهلال الأحمر في الدول المنكوبة حول العالم هذه محطة المياه في تايلند وإندونيسيا وهذه حفر الآبار في الصومال كان وايد ناجح وأيضاً مشاريع في إندونيسيا قرية المرحوم شيخ جابر الأحمد جابر الصباح في بنداء وهو كان الأبي سنتر السونامي 150 منزل وأيضاً مدرسة سميناها المدرسة المباركية وهذه القرية تشوفون على فوق هنا 150 والبوابة هذه بوابة الجهرة وهذه منظر ثاني منها وهذه المباركية مدرسة المباركية فصارت المباركية في المشاريع التنموية نحن بنيني المستشفى للهلال الأحمر الكويتي في مدينة طرابلس في شمال لبنان ويضم 40 سرير مجهز جميع موديات الطبية وعيادة خارجية وجميع الأقسام بولادة وأطفال وغرف عمليات وعناية مركزة يعني كان مستشفى كامل وهذه صورة من المستشفى من بره وداخل قرفة العمليات جهود المخلصة من قبل الجمعية لا سيمة على الصعيدين الإنساني والاجتماعي هي امتداد لقيمنا الدينية الراسخة وثقافتنا الاجتماعية القائمة على التعاضي والتكافر احنا طبعا المساعدات عشان أعطيكم حج المساعدات قسمناها إلى آسيا في آسيا الأمانة العامة المنظمة العربية البحرين اليمن العراق الأردن سوريا لبنان فلسطين إيران تركيا أفغانستان باكستان سريلانكا الهند بنغلاديش كازاخستان فرغستان طازقستان كمبوديا الفلبين اندونيسيا تايلاند كوريا الشمالية تيمور شرقية مينمار صين مملكة بوبين وأوزوكستان في أفريقيا مصر ليبيا الجزائر تونس المغرب موريتانيا غامبيا سنغال غينيسا ليبيريا مالي سودان إثيوبيا أريتريا أنجولا زمبابوي بوستوانا سوازيلاند مورزنبيق مالي ملاوي جزر القمر الصومال جيبوتي كينيا تنزانيا النيجر أوغانيا برونداي مدغشور ساحل العاج في أوروبا أزربيجان الشيشان هنغوشيا أوكريانيا شيك كوسوفو البوسنة السوربيا الباب البينيا جورجيا المفوضية سامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتحاد الدول لجمعيات الصريب الأحمر وهلال الأحمر أمريكا الشمالية الولايات المتحدة سيلبادور هندورس نيكوراقيا وهي دان الولايات المتحدة رحت أنا إلى نيو أورلينز دم نصار عندهم الكاترينا وعطيناهم مساعدات بنوا أربعة تشابترز في محافظة لويزيانا والمحافظ بارتون روش هذه مدينة في لويزيانا سوى حفلة شبيرة وسوى يوم يعني يوم حق الكويت حددوا يوم هذا يوم الكويت للمساعدات وعطاني صلت محافظة فخري في بارتون روش أمريكا الجنوبية بنزويلا تشيلي الأكوادور وسورينام هذه الخارطة توريك حجم المساعدات اللي الهلال الأحمر قدمها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بلد صغيرة مثل الكويت قدمت جميع هذه المساعدات وشكرا شكرا شكرا لأخ الدكتور هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأيضا وزير الصحة السابق على ما تفضل وأفاض به حول موضوع التعريف بنشاطات وأهداف وإنجازات جمعية الهلال الأحمر الكويتي ورصيدها الحقيقة في دعم العمل الخيري والواجب الإنساني حول العالم وأوضح بالصورة وكثير من المؤثرات المرئية هذه الأعمال حول العالم أعمال البر والخير والإحسان بالتعاون مع الجمعيات المماثلة في الشرق والغرب وما يدعو للاعتزاز الحقيقة والفخر والتقدير الوطني لهذه الجمعية أنها قائمة على جهود المتطوعين الذين بالفعل أثبتوا جدارة الكويتيين في تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرة التي قامت عليها الكويت أصلا والتي حض عليها دستور الكويت والقوانين المكملة والمبادرات الشعبية لتكريس وتسخير العمل الإنساني كشعار أبرز دولة الكويت على مكانتها وحجمها الصغير كبيرة جدا بمواقفها الإنسانية وفي أعمالها التطوعية والخيرية بشهادة هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها التابعة حتى توجه هذا بوصف الكويت وتسميتها مركز إنساني عالمي وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ الأمم والشعوب وحتى من بعد الحرب العالمية الثانية التي حررت العالم لم تحظى دولة بهذا الشرف وهذا التقدير بقدر ما حظيت به الكويت وهذا الحقيقة وسام فخر كما ذكرنا لجميع الكويتين الآن ننتقل إلى إبراز دور مؤسسة نعتز بها أيضا من مؤسسات الحكومية التي لها ثقل ودور هام في عمل الخير والإنسانية داخل وخارج الكويت الأخ الدكتور إبراهيم الصالح المدير العام للبيت الزكاة سيحدثنا عن جانب آخر من أوجه الخير التي نفخر بها في الكويت طبعا مجدوح إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السيد فاضل المهندس علي يوحى الأمين العام المجلس الوطني الثقاف والفنون الأداب الأخوة والأخوات الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أقدم شكري وتقديري لما تقدمونه من مؤتمرات ومهرجانات ثقافية واجتماعية لها الأثر الكبير في إبراز دور الكويت الحضاري على المستويين المحلي والدولي وخير دليل على هذا الأمر هو مهرجان من قرينة الثقافي في سنته الحادية والعشرين وبهذه المناسبة يطيب لي أن أقدم لكم الإسهامات الخيرية والإنسانية والإغاثية داخل وخارج دور الكويت لأهل هذا البلد الطيب التي شهد لها العالم أجمع بمد أياديها البيضاء لمساعدة الفقراء والمحتاجين دون سؤال عن ديانتهم أو عرقهم ويعود الفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى إلى الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واستحق عن جدارة لقب قائد إنسانية لما قدمه سموه من خدمات للقضايا الخيرية والإنسانية والإغاثية منها وجعل دولة الكويت كبيرة بأفعالها وعطاءاتها رغم صغر حجمها ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نوجه خالص التحية وجزيل الشكر لأميرنا وقائد مسيرتنا لما يقدمه من إسهامات من إسهامات لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الأقليمية والدولية ويشرفني في هذه المناسبة أن أقدم لكم عرضا الأعمال الخيرية والإنسانية التي قام بها بيت الزكاة داخل وخارج البلاد خلال عام واحد وهو 2014 بيت الزكاة هو هيئة حكومية مستقلة رؤيتها ريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري محليا وخارجيا رسالتها رسالة بيت الزكاة يعني بفريضة الزكاة من خلال جمع وتنمية موارد الزكاة والخيرات والخيرات وإنفاقها محليا وخارجيا بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز ويسعى إلى التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من المحسنين ومستحقين بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع عبر تبني أنظمة مالية وإدارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة والحوكم المؤسسية إن الانتشار الجغرافي والإعلامي وتطوير الموارد البشرية جزء حيوي من رسالة البيت وفق خطر عمل تتوائم مع توجهات الدولة في التنمية أنشطتنا المحلية المساعدات الاجتماعية لأسر المحتاجة نقدية وعينية مساعدات الأسر المتعففة تنظيم وتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية دعم ومشاركة الهيئات والمؤسسات المحلية والصناديق المشتركة في المشاريع الخيرية والإنسانية مساعدات البيت للأسر الفقيرة والمتعففة خلال العام 2014 إجمالي المبالغ لمساعدات الاجتماعية بلقت 24 مليون 955 ألف دينار كويتي إجمالي عدد المساعدات 65 مساعدة استفاد منها 30 ألف أسرة و32 إحصائية بعدد الأسر ومبالغها حسب الجنسية خلال هذا العام اللي هو 2014 الجنسية كويتي عدد الأسر 8,027 كويتي أسرة كويتية عدد الأفراد 36,666 فرد المبلغ بالدينار الكويتي 9,013,000 جنسيات مختلفة عدد الأسر 8,000 أسرة و422 أسرة عدد الأفراد 39,234 المبلغ بالدينار الكويتي 3,246,000 غير محدد الجنسية عدد الأسر 16,583 عدد الأفراد 65,154 المبلغ بالدينار كويتي 12,639 إجمالي عدد الأسر 30,000 أسرة كما ذكرنا وعدد الأفراد 140 فرد والمبلغ الإجمالي 24,955 المشاريع الخيرية المحلية الأخرى التبرعات العينية بلغت 516,337 الصناديق المشتركة 1,390,000 نشارك بعدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية مشروع زكاة الفطر 57,480 مشروع ولام الإفطار 300,004 دعم الهيئات والمؤسسات الحكومية 184,000 مصرف الإطعام والكفارات والذباع والكسوة والسقية والمتنقية 1,230,000 المشاريع المحلية الكبرى تبرع سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح من مبلغ 143,440,000 للفئات التالية أسر الشهداء استفاد منها 5,157 مستفيد بلغت 9,592,000 ذو الدخل المحدود والأقصات المستحقة 68,000 أسرة أو 4,85 استفاد منها 44,910,000 ذو الأحكام القضائية النهائية وحالات الضب والإحضار 19,000 مدين و518 بمبلغ 46,780,000 المواطن المتزوج منواطنة كويتية لأول مرة 4,307 متزوج بلغت 25,842 المتقاعدون المستفيدون 37,000 متقاعد 453 المبلغ 18,726 المشاريع المحلية الكبرى مشروع مركز الشيخان الفارسي وشريف العرضي الصحي بمنطقة السورة تم الانتهاء من إنجاز المشروع بنسبة 100% وتسليمه لوزارة الصحة بنهاية شهر عشرة 2014 الأنشطة خارج دولة الكويت نوع النشاط المشاريع الخيرية بلغت 3,81,000 كفالة أيتام 4,930,000 26,000 يتيم في 37 دولة كفالة طالبة العلم 640,000 1,712 طالب في 14 دولة الدعم والإغاثة 3,347,000 مشروع ولاء من الإفطار هذا خارج الكويت كله 342,168 مشروع الأضاحي 111,435 الإجمال 12,454,000 في مجال التمييز المؤسسي حصل بيت على المراكز الأولى في نتائج مؤشرات مدركات الإصلاح للسنوات 2008 ومن 2010 إلى 2014 من بين 49 مؤسسة حكومية تقدم خدمة مباشرة الجموع والتي تنظمها جمعية الشفافية الكويتية جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية وشهادة الشيخ جابر للجودة وجائزة البحرين للعمل الإنساني شهادة الجودة الإدارية الآيزو للبيت جهود رائدة في مجال حكومة الإلكترونية وموقع البيت على إنترنت واستخدام الأجهة التقنية الحديثة جهود متميزة في تطبيق أسس ومبادئ الحوكمة لمؤسسية في بيت الزكاة معالي راعي الحفل الأخوة والأخوات الأفاضل ما سلف كان بيت الزكاة بالأرقام والبيانات إلا أنه للبيت حسابات أخرى لا يمكن إغفالها تشعب الإنسانية وحب الخير في سبيل تحقيق الهدف السامي للعمل الخيري الذي يدخل السرور والمواسات مع البذل والعطاء نلقل لكم تجربة تنبض بالحياة ذات دروس وعبرة في إبراز أهمية صنع المعروف ولو كان بسيطاً أينما كان في شتى بقاء المعموة وكم من محتاج سادة الحضور أتشرف معكم بعرض هذه التجربة العملية لأحد مشروعات الخير ببيت الزكاة وصلى الله على محمد إخواني الحقيقة إحنا عملنا يعني عدة أفلام أنا حاب أعرض عليكم هذا الفيلم وفي أفلام أخرى الحقيقة يعني تحسون أن أهل الكويت ترى إحنا مو الدولة الوحيدة الأغنية في العالم ترى في كثير حتى من الدول اللي إحنا قاعد نعطيها ترى أهلها فيه بعضهم أغنياء لكن ما نقص ما لهم الصدقة يعني إحنا أهل الكويت تعودوا على هذا الشيء يعني اللي بغى الكويت ترى فيه مليارات بس ما يدفعون شيء ما يسمعون تلقى تبغى إلى شيء معين أولا شيء معين أهل الكويت الحمد لله رب العالمين من أيام الفقر وأهم هذا طبعهم هذه طبعهم الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا الطبع لذلك يعني نسعى يعني جاهدين على أن نكون نحافظ على هذا الطبع لأن الله سبحانه وتعالى حتى صاحب السمو لما زرنا قال الله سبحانه وتعالى حفظنا في أيام الغزو من عطاءات أهل الكويت فخلونا نحافظ على هذا وخلونا نحافظ على هالمسيرة وهالسيرة العطرة أمام العالم كله ترى إحنا ما أخذنا أن نكون مجتمع دولي إنساني كما يعني الأمين العام الأمم المتحدة وكرم القائد ما جاء يعني ترى هي ما جاءت مجاملة هي جاءت فعلاً عطاء حقيقي يعني جاءت جاءت العالم كلها نظرة هذا النظرة يعني الكويت الحقيقة ما تروح مكان إلا وتجد أن لها بصمة في كل الأماكن في كل الدول سواء المتحضرة ولا الفقيرة حقيقة الكويت يعني عطت عطاء يعني مثل يعني القمر في 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 ليلة ظلمات تجد يشعر سبحان الله وهو يمكن بعيد عننا يعني بعيد عننا إحنا بالنسبة للعالم ترى أنقذنا كثير من الأرواح أنقذنا كثير من من الضياع أنقذنا وأنقذنا وهذا سبحانه وتعالى بفضله وكرم علينا يعني فبالتالي هذا الفيلم حيبين لكم شنو إحنا سوينا أهل الكويت يعني إحنا أعدنا وإسم هذه هذه البصيرة أعدنا البصر لأكثر من أربع تلاف إنسان أربع تلاف إنسان في حملة ترى حملاتنا مئات الحملات أنا أقول لكم الحقيقة في بيت الزكاة أنا لولا الإطالة لعرضت لكم أكثر من فيلم حتشوفون هذا الفيلم حتعرفون شنو سووا أهل الكويت فضل يا فنازم تخيل أنك بمئة دولار رح تخلي شخص يشوف مرة ثانية نهدف في هذه الحملة إلى إجراء ألف عملية جراحية للمصابين بالمياه البيضاء بالإضافة إلى علاج ثلاث تلاف حالة ممن لا يحتاجون إلى تدخل جراحي يعني المستفيدين أربعة تلاف حالة تقريبا بعض الحالات وصلونا للمستشفى بعد سماءهم الخبر وبعض الحالات اضطرنا أن نوصلهم لبيوتهم لأنهم لا يستطيعون أن يصلون لنا زايرين الحالة من الحالات في بيتهم من المرضى التي يحتاجون إلى عملية في العيون تعالى لا نطلب أنك تساهم بس نطلب أنك تحط نفسك مكانهم السلام عليكم السلام عليكم هذا بيتنا ها؟ تلاقيهم في بيوت فقيرة الماء الأبيض مثل الغشاوة على الأين ما يجعله يشوف شيء سنوات كثيرة وهم يشوفون بهالطريقة صحيحنا صحيحنا مو أطباء ولكن مجرد الإطمئنان عليه والنظر في مشكلته يعطي دافع كبير هل يذهب إلى المستشفى بشرة ويجعله يسرح وليس مصدق أنه فعلا يعالج عينه الباصات تحمل الناس من المناطق الفقيرة وهي مستشفى هنا نحاول نغطي كل المناطق وندور الأحوج الذي محتاج فعلا لتلك العمليات هذا المرضى كان من الجنوب من سنوات من المستشفى الكويت إن شاء الله بنينا من عشر سنوات تقريبا في منطقة نائية الهدف أن يخدم الشريحة الفقيرة من الناس هناك هذا مستشفى بنوها الكويت يعين اليوم نسوي فيه حملة قنبية إنسانية بحثة إن شاء الله تعالوا معنا وشوفوا داخل إن شاء الله شنو حملتنا تم بناءها عن طريق متبرق كل ما أقول تعال شوف المستشفى تعال شوف المستشفى يقول لا ما راح أشوفها انتو عيوني هناك أنا أثق فيكم توكل على الله كان هناك أعداد كبيرة من المرضى بانتظار إجراء الفحص المسبق للعين إن كان يحتاج عملية أو علاج شي جميل إنك تشوف أعداد غفيرة من المرضى يعالجهم شخص بحب وما يعرفهم موسيقى في كل حملاتنا الإغاثية نحاول نكون جنبا إلى جنب بجانب الإنسان الفقير المحتاج لهذه الإغاثة نحن لبسنا أساس منذ غرف وعمليات العمليات جداً دقيقة لكثرة الأعداد تجرى كل أربع عمليات في غرفة واحدة موسيقى وجود نبعد العملية بجانب المريض أمر مهم هنا مرضى أجريت لهم العمليات والآن في مرحلة نبعد العملية إن شاءوا دخولك عليهم بصفتك الإنسانية لا المسؤول ولا المشرف على هذه الحملة تعطيهم دافع نفسي كبير كيف حالك؟ طيب؟ استريح 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 كيف حالك؟ طيب؟ يعني شوفوا شوفوا السعادة عليهم شوفوا الفرق مستانس عالج عيني الحب لله أكيد بيفرح أنت رجعت للحبيبتين كما سماهم رسول صلى الله عليه وسلم ماشاء الله استريح 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 أنت عجل استريح استريح لا لا استريح لا أشكر شو ساكن الله جيمة كم عمره كنت؟ كم عمره؟ ما يسير؟ بعمل بعمل 88 88 أحيانا الإنسان يحتاج إلى ابتسامة أكثر من العلاج لذلك كنا ندخل ونتغشمر معاهم ونضحك معاهم يعني نحاول نغير عليهم جو التوتر اللي بعد العملية أو قبل العملية على الحين بعد ما أخذينا الأذر راح نشوف القسم النسائي اللي أجريت لهم هذين عمليات تعال جزاكم الله خير جزاكم الله خير نعم نشكرهم لأننا نلتمس من وراهم الأجر هذه المرة فاجأتني بردت فعلها لما قالت لي أنا فسعى لست عيني علشان أقرأ المرآن شكراً ماذا شكراً هي فيها ورم هنا كان عندها ورم مواضر وما كان حجمه صغير أبداً غير عينها عندها ورم في درقبة وعندها أيضاً ورم منتشر في أكتابه بكذا مكان أقرأت جرباً أرفعت يدها فجأة وتكلمت بلهجتها فسألت شو تقول شنو تقول أسأل الله يعني هو يشفيني ردها أصلاً ما كان يحتمل أي جواب مني تقول الله يشفيني إن شاء الله الله يشافيش إن شاء الله الله يشافيش إن شاء الله الله يشافيش كم عمرها؟ 80 80 80 صغيرة 80 80 80 80 80 سيدنا نوح 950 خلال دقائق بسيطة عطتنا ثلاث دروس التوكل، الصبر، الاحتساب كلنا سعداء أكثر منهم من خلال الحملة هذه أيقنت أن الكثير ممن فقد البصر يمتلك البصيرة ممن فقد البصر يمتلك البصيرة وهذا أجزاكم الله خير على حسن الله شكرا شكرا نشكر الأخ الدكتور إبراحيم الصالح مدير عام بيت الزكاة الكويت الحقيقة على ما تفضل به من إيضاح لدور بيت الزكاة في الأعمال والأنشطة والمشاريع الخيرية الداخلية والخارجية التي تحض عليها دائما فريضة الزكاة والصدقات وسبل الإنفاق الشرعية لفريضة الزكاة وما تبوأ به بيت الزكاة كمؤسسة وطنية رائدة نعتز بها في مجال الإدارة والتميز المؤسسي والشفافية وهذا الحقيقة نتيجة لما جسده بيت الزكاة في تأصيل شمائل الخصائل الحميدة والسمات للشعب الكويتي التي دأب عليها في فعل الخير وصنع المعروف وأداء الواجب الإنساني كما قال الله في كتابه الحكيم وتعاون على البر والتقوى هذا ما جسده بيت الزكاة في البذل والعطاء بكل سخاء من أهل الكويت وجزاهم الله على هذه الأعمال وهذه الأفعال الخيرة خير الجزاء بإذن الله وأثابهم بإذن الله خير الثواب الآن الحقيقة بفتح باب النقاش لحضورنا الكريم أو التعقيبات أو الأسئلة مرفض حبد الدائم جريدة الوطن طبعا لا يخفى على أحد دور الكويت في العمل الإنساني ولكن بيهمني كصحفية في الوقت الحالي أن أسأل عن دور الهلال الأحمر ودور بيت الزكاة في الوقت الحالي في ظل البرد الشديد للسوريين سواء الموجودين في المخيمات في الأردن أو في لبنان أعتقد الوسائل الإعلام نقلت أن هناك العديد من الأطفال تجمدوا وماتوا من البرد فما الدور الحالي للجهتين شكرا جزيلا هذا موضوع الساعة بدأت اليوم جمعية الأحمر أعمالها أتفضل الدكتور للإجابة على هذا طبعا عندي طبعا هنا الأخ خالد زيد وراح يسافر اليوم إلى الأردن والأخ مساعد العنزي الآن موجود في لبنان وقاعدين يوزعون بطانيات ودفايات ومواد غذائية لمناطق كثيرة في لبنان بالبقاع وفوق الشمال وبالأردن أيضا في عدة مخيمات سيوزعها فالمساعدات طبعا الآن نجمع تبرعات أيضا لكن عندنا مخازن في مصر أيضا راح يدخلون من مصر حق اللاجئين في غزة فالعمل ماشي شكرا محمد حج العنزي محامي سعودي وعضو الرابط العربية للثقافة والفكر والدب أشكر أخوال المحاضرون ورئيس الجلسة الدكتور ساير الدكتور إبراهيم الصالح أنا زرت ماليزيا قبل تقريبا سبع أشهر فصدفة يعني مريت وزارة العدل ودخلت دور التاسع كان في وجفي منظمة الزكاة العالمية فصارت معرفة مع أحد الأخوان الموظفين وكان أبوه مفتي تايلد بعد وكان درس في المملكة في الشريعة وكان هذه المنظمة منبثقة من قادة الدول الإسلامية عن منطلقة من منظمة المؤتمر الإسلامي فأخذت فكرة عن هذه المنظمة وأعتقد دول الخليج مشاركة وهناك فاتح لهم أقسام في تونس وفي المغرب وفي كذا كان منظمة زكاة عالمية طبعا المصارف الزكاة معروفة في الإسلام هي الثمانية يعني فعملها مخصص لهذا الثمانية فهل هناك تعاون بين بيت الزكاة وبين هذه المنظمة؟ لأن هناك في دول إسلامية فقيرة كمسلمين طبعا هي تختص بالأمور المسلمين شكرا 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 الأحمر بمساعدة منكوبين مثلاً أو يصير حرب أو يصير كارثة احنا نقوم في هذه المساعدات احنا الحقيقة احنا اساساً ما نسأل هو مسلم مسيحي يهودي احنا ما نسأل اساساً اللي موجود بالكويت داخل الكويت في معايير معايير تطبق عليه وننفذها عليه نعم آخر سؤال تفضل سؤالي الدكتور هلال تكلمت قبل شوية وقلت ان الحكومة هي السبيل الوحيد هل هي بالفعل السبيل الوحيد وإلى أي حد بإمكانكم الدخلون الناس العاديين في تمويل مشاريعكم تفتحون المجال للتبرعات سؤالي لستاذ إبراهيم الصالح انتو كجهة حكومية احنا بصراحة نثق فيكم كويتين أنا بصراحة حتى دائما نحثهم أن يتبرعون لكم ما يروحون لهيئات خيرية ثانية هذه هيئات الخيرية اللي باخر رمضان تلاقيهم بكل مكان موجودين وحطين صناديق والصناديق متروسة كاش ونت تعرف يمكن حضرتك أن نحن كويت كدولة منتقادنا من الكثير من الدول خاصة أمريكا بأن هذا الفلوس تروح لإرهاب وتروح لكذا وتروح لكذا فقالوا أننا نحدد آليات مثل ما يكون دفع كاش يكون دفع عن طريق كينات ولا كردت كاردز وهذا عشان يعرفون وين من الفلوس قاعد تطلع إلى وين هل أنت قاعد تشوف في نوع من التنافس ما بينكم وما بينهم ولا في أي تواصل ما بينكم وما بينهم الجمعيات الخيرية الأخرى الجمعات الخيرية نفسك دكتور محمد لوهيب دكتور محمد لوهيب أستاذ علم الفلسفة في جامعة الكويت فضل دكتور هو سأل دكتور السائغة إن شاء الله نحن طبعا تعرف أهل الكويت يعني ما يقصرون في أي نداء نطلب منهم في مساعدات فلذلك إحنا إذا صار حملة تبرعات مثل الآن صايرة حق سوريا فأهل الكويت يتبرعون فهذا مدخلنا الوحيد يعني تبرعات أهل الناس الكويت والحكومة والله شوف دكتور إحنا الحقيقة ليبي يعني شوه أي جمعية يقول هاي جمعية غهابية أو كذا وهذا كلها كلام مصحيح أبدا أخذه مني يعني أما إحنا نتنافس مع الهيئات الخيرية والإسلامية وغيرها وحتى مع الدكتور سائغة طبعا هذا دينارة ردك هي كنتم وردك هي حق الدكتور سائغة هذا شي طبيعي يعني لكن ما نقول لهم والله نكسر مجادي في الجمعيات لا أرس الله وفقهم وسهل أمرهم لكن لو عندك دينارة أعطني أنا هتعطي الدكتور سائغة وإحنا بدورنا وبإسمكم جميعا ضيوفنا الكرام نشكر محاضرين في هذا الصباح والجلسة الثانية لمؤتمرنا وندوتنا الخاصة بعنوان حضرة صاحب السمو أميرا قائدا للإنسانية في العالم ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا أذكركم جميعا ونرجو حضوركم للجلسة الأخيرة التي سوف تكون إن شاء الله بعد استراحة وبعون الله وتوفيقه نستعين في افتتاح الجلسة الثالثة لندوتنا الهمة التي تعقد ضمن فعاليات محرجان لقرين الثقافي الحادي والعشرين وندوتنا بعنوان الأمير قائد العمل الإنساني ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا باعتراف وتكريم هيئة الأمم المتحدة لدولة الكويت وفي الواقع جلستنا الثالثة ستضيف بإذن الله وبعونه وبما سيتفضل به ضيوفي من المحاضرين قيمة إلى هذه الندوة بما يمثلون من جهات مرموقة ذات دور كبير ومهم في العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت فاليوم نرحب بالأخ الأستاذ فوزي لحنيف مدير العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كجهة حكومية معنية بالشراكة في التنمية خاصة بين الدول العربية والأقطار الإسلامية والدول الصديقة الأخرى كذلك يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الكبير فيصل الزامل عضو مجلس إدارة جمعية العون المباشر ليتفضل أيضا بإضاح دور جمعية العون المباشر وخدماتها التطوعية والأهلية في هذا الميدان المهم ويسعدنا أيضا استضافة الأخ الأستاذ المستشار علي الحمدان من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وطبعا جميع هذه الجهات تمثل رافض مهم في دفع العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت إلى أفاق أرحب من العمل الذي أضاء الدنيا بدور الكويت ومكانتها واسمها في العالم فمنحت بموجب هذا اللقب المشرف الكويت مركزا إنسانيا عالميا والذي أيضا تفضل حضرة صاحب السمو وقال أن هذا التكريم وهذا الشرف للكويت كلها وللدول الخليجية والعربية والإسلامية وهذا قليل ونقاط من فيض قدمها الشعب الكويتي من خلال مؤسساتها التي نستضيفها في هذه الندوة لنبرز دورها وأهميتها ونوثق هذا العمل ضمن مهرجان لقرين الثقافي فليتفضل الأخ الأستاذ فوزي يوسف لحنيف بكلمته وإضاحاته حول دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بسم الله الرحمن الرحيم الأخ المعام السادة الخضور السيدات الكل يعرف نتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1962 انطلاقا من حرص دولة الكويت على محاربة الفقر والجوع وتحسين الأغضاء الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وكان لدعم ومؤازرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح دورا هاما في استمرار مسيرته استطاع الصندوق خلال فترة من مديد العون إلى 104 دولة نامية في جميع أنحاء العالم حيث وصل عدد المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها منذ إنشاء حتى يومنا هذا إلى 373 مشروعا تنمويا بلقت قيمتهما حوالي 18 مليار دولار أمريكي وقطت هذه المشاريع قطاعات اقتصادية حيوية مثل النقل والاتصالات والزراعة والري والصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وبنوك تنموية وغيرها وبذلك ساهم الصندوق الكويتي في مدد جسور الصداقة والتعاون مع عدد كبير من الدول النامية وأبرز مكان الدولة للكويت دورها الحيوي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مناطق مختلفة من العالم مما ساهم في تسمية الأمم المتحدة سمو الأمير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قائدا إنسانيا وفي إعلان الكويت مركزا إنسانيا عالميا وحرصا من دولة الكويت على مساندة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة شعوبها أطلق سمو الأمير عدد من المبادرات من بينها إعلان سمو الأمير أمام المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع الذي استضافته دولة الكويت في شهر أبرير 2008 مبادرة إنشاء صندوق الحياة الكريمة في الدول الإسلامية وتبرع الدولة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرة وتعزيز الأمن القذائي في الدول الإسلامية حيث وضع الصندوق الكويتي القطط والترتيبات اللازمة لإدارته وقد استفاد من هذه المبادرة الكريمة الدول الإسلامية الأشد فقراً والأقل نمواً حسب تصنيف الأمم المتحدة وعددها 22 دولة إيماناً من الصندوق بمبدأ استمرارية صندوق الحياة الكريمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه أكد على أن تكون هذه المنحة مرتبطة بشروط تضمن أن تدار من قبل بنوك متخصصة في مجال تمويل المشاريع السقيرة ومتناهية السقر في مجال الزراعة وتوفير الأمن القذائي بما في ذلك تربية الحيوانات والدواجن وصيد الأسماك وعمليات التصنيع الزراعي الصقيرة فضلاً عن توفير القروض الموسمية لتمويل المدخلات الزراعية والخدمات اللازمة للإنتاج أطلق سمو أمير البلاد في مؤتمر القمة العربي الاقتصادي والتنمية والاقتصادي الاجتماعي الذي استضافت دولة الكويت عام 2009 مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وامتوسطة الحجم والقائمة على استقلال الموارد المحلية المتاحة من سلع وخدمات برأس مال قدرة ملياري دولار حيث أمر سموه بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية والتي يشرف على تنفيذها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كما أعلن سموه الأمير في مؤتمر المانحين لأعمار شرق السودان الذي عقد في دولة الكويت عام 2010 عن مساهمة دولة الكويت ب500 مليون دولار لمنطقة شرق السودان بغية تنفيذ مشروعات بنية تحتية وخدمات استضافت الكويت ببؤتمر الحوار الأول العربي الأسيوي في شهر أكتوبر 2012 حيث دعا سموه الأمير إلى حشد ملياري دولار أمريكي مليارين دولار أمريكي في برنامج يهدف إلى تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأسيوية الغير عربية للمساهمة في تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية وأعلن سموه الأمير مساهمة دولة الكويت ب300 مليون دولار أمريكي في ذلك البرنامج وأكد حرص سموه على المزيد من التعاون مع الدول الأسيوية وفي نوفمبر 2013 دعا سموه القمة العربية الأفريقية التي أعلن فيها سموه عن تخصيص مليار دولار أمريكي كقروض ميسرة يقدمها من موارد الصندوق الكويتي لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية وقد باشر الصندوق في تنفيذ هذه المبادرة في أواخر عام 2013 كما أعلن سموه أمير البلاد في 2013 عن تقديم دولة الكويت 50 مليون دولار من موارد الصندوق لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين تضمنت نظمت الكويت مؤتمرا دوليا لدعم الوضع الإنساني في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري وقد تعهد سموه الأمير في المؤتمر الثاني تخصيص 500 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشعب السوري كما التزمت دولة الكويت في عام 2014 بتخصيص 200 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق لإعمار قزة على مدى ثلاث سنوات القادمة على صعيد متواصل قام الصندوق بجهود كبيرة في تمويل برنامج مكافحة وضاعم النهر الذي انتشر في قرب أفريقيا حيث قامت الكويت بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ويعتبر هذا البرنامج من أنجح برامج مكافحة الأمراض في تاريخ منظمة الصحة العالمية ومن الجدير بالذكر أن الصندوق يقوم بإدارة المنح المقدمة من دولة الكويت التي استفادت منها 43 دولة ومنظمة عالمية بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي حيث تقطي هذه المنح مشاريع في القطاع الزراعة والإسكان والمياه الشرب والمواصلات والتعليم والصحة والطاقة والبنوك التنموية وتجر الإشارة إلى أن الصندوق يستمر في دعم الدول العربية والدول النامية الأخرى لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ومساعدتها على تحسين مستويات المعيشة فيها وذلك برعاية ومساند حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وراحاه شكرا نشكر الأخ الأستاذ فوزي الحنيف مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على ما تفضل به من آراء حول دور وإنجازات الصندوق في هذا المجال والآن ننتقل إلى الأستاذ فيصل الزامل بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر المجلس بطني الثقافة على استضافة هذه الجهات في المجال الخيري ليتواكب مع ما نالت الكويت من تكريم من خلال شخص صاحب السمو أمير البلاد والحقيقة كما حضراتكم يعني العارف لا يعرف الكويت في هذا الموضوع أصبحت قدوة يعني هي أول من أول دولة عربية إنشأت صندوق للتنمية كما تحدث عنها زميلي الأخفوزي وانتشر في أنحاء العالم الهلال الأحمر فالأسبقية هذه في تحويل عمل خيري من نشاط فردي إلى مؤسسي ومنظم يحفظه من سوء توجيه الموارد هذا يعني تميز بدعت فيه الكويت وتابعته على المستوى العربي دول عربية كثيرة على المستوى الدولي اليوم العمل هذا خلينا نسميه الغاثي والجمعيات أصبح ما هو يعني شيء مستنكر هناك في الولايات المتحدة على سبيل المثال أعطي شوية أرقام حجم العمل الخيري هناك في عام 2002 حصائية قديمة أنفق مئتين واثنى عشر مليار يعمل فيها 11 مليون موظف إلى جانب 90 مليون متبرع أو متطوع عبر 32 ألف منظمة ويومياً تنشأ في الولايات المتحدة مئتين منظمة فهذا توجه عالمي الكويت عندما يعني تمشي في هذا الخط فهي بالفعل تواكب توجه إنساني ولكن كدولة صغيرة أثرها كان كبير في الإبداع والتخصص فاليوم أمامك جمعيات تخصصت في مناطق جغرافية مثل حالة جمعية العون في ناس تخصصت بشكل طبي صندوق إعانة المرأة وهناك من تخصص في حتى المعالجات الإنسانية لضحايا الحروب وإعادة تأهيلهم وهي جمعيات كويتية ناهيك عن الجمعيات التي اهتمت بشؤون المرأة أيضاً وهي كثيرة هذا النوع من تحويل العمل الخيري إلى عمل مؤسسي يؤدي إلى ما يسمى بالتنمية المستدامة جامعة مدرسة وليس الإغاثة للظروف الطارئة كما تعرفون حضراتكم الحروب اليوم خلفت كوارث وغير الحروب أيضاً هناك المجاعات الجفاف والحمد لله كيف تستجيب كما ذكر الدكتور إهلال للنداءات بشكل منتظم وتقدم هذه الإغاثات ولكن على المستوى التنمية المستدامة الإضافة إلى الصندوق الكويتي للتنمية تساهم الكويت في الصندوق الأفريقي للتنمية تساهم في البنك الدولي للتنمية تساهم في البنك الإسلامي للتنمية تساهم في الصندوق العربي للتنمية وصناديق أخرى في آسيا كما البنك الدولي والصندوق للآسيا للتنمية وتساهم بسخاء كما ذكر الأخ إبراهيم الصالح التكريم ما جاء مجاملة الكويت وإنما لأرقام ولتواجد مرئي بالنسبة لجمعية العون اختارت أفريقيا لأنها كما تعرفون مركز على الأسف للكوارث الطبيعية والبشرية فالقارة فيها 750 مليون نسمة وفيها أكثر من 20 مليون لاجئ لأسباب كما ذكرت طبيعية أو وبالرغم أنها قارة زراعية بامتياز إلا أن استيرادها من المنتجات الزراعية سنويا 30 مليار في قيمة 30 مليار فالقارة ضعيفة وأحكمت الديون قبضتها عليها فأصبحت كل مواردها زراعية مرتهنة لسداد تلك الديون هذا أدى بالتبعية إلى زيادة دور الجمعيات اللاربحية أو الغير حكومية للتواجد ليست العربية أو الكويتية فقط كثير المؤسسات اليوم موجودة هناك وحتى مؤسسات من داخل الدول تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة ما رح أعيد على دور الكويت في أفريقيا لأنه ذكر أخي أبو حمد لكنه رح أتكلع عن جمعية العون نفسها جمعية العون بدأت عام 83 بادر دكتور عبد الرحمن سميت رحمة الله عليه أقل بما قام بجولة في رواندا وبعض الدول فكان يسأل عن الاحتياجات شاف شيء يعني لا يوصف يعني قرى خالية الكل مات من الأمراض وكل اللي يطلبون منهم يقولون بس تعالوا ساعدونا ندفن يعرف كيف فانهز انهز من هذا الأمر فقال لا خلاص أفريقيا وبس كافية يعني إذا رأى الهياك العظمية رأى الكوارث هذه فبدأ في العمل وتضافرت معاه جهود فريق جيد من الكويتين ومن المتبرعين والمتبرعات الحقيقة لو لا فضل الله ثم مساندة أهل الكويت يمكن ما وصل العمل إلى ما وصل إليه في أفريقيا فالجمعية اليوم تدير 256 مستوصف في أفريقيا وأربع مستشفيات حافرت الجمعية 13 ألف بئر سطحي وارتوازي والآن عندها عدد كبير من الطلبة فقط في سنة 2013 فلق عدد طلبة المدارس 50 ألف طالب منتشرين في 230 مدرسة تدريب المهني أيضا اهتمت في الجمعية كما ذكرت هذا يعطي شيء اسم تنمية مستدامة تختلف عن الإغاثة هذه خلاص تخرج ولعل حضراتكم سمعتوا أن يعني بعض ضيوف الكويت من الأفارقة كان يذهبون إلى المقبرة يترحمون على دكتور عبد الرحمن سميط يقول نحن من العثام اللي رعانا واليوم نحن في موقع الوزارة أو السفارة بما فيهم السفير الحالي للسنغال عبدالوحد عبدالأحد أنباكي طلب مقابلة مع سمو الأمير وهو عميد السلك الدبلوماسي قال أنا جاي فقط أسجل أن أنا أحد الذين تربوا في ميتم عمل الدكتور عبد الرحمن سميط ودرست في السوربون واليوم أنا سفير عندكم آثارها تشوفها في كيانات تمشي على الأرض المؤخرا دكتور عبد الرحمن محيلان رئيس الجمعية حاليا في الصومال وكان حضر افتتاح جامعة الأمة أيضا أنشأتها الجمعية في 23 سبتمبر الماضي وحضر نائب رئيس الجمهورية يعني معلم وصورها موجودة وحضرت مجموعة من الدبلوماسيين وكان حفل الحقيقة اسم الكويت فيه كان يرن في وسائل الإعلام الكينية لأن هناك جامعة تخدم عشرة آلاف طالب هذه مخططها الآن للأربع سنوات القادمة وهي يمكن الوحيدة من بين سبعة وستين جامعة في البلد البلد فيها تعليم عالي في كينيا لكن كلها ممولة من الكنائس يعني لها رسالتها تمشيرية فهذا صار الجامعة الوحيدة لتخدم المجتمع المسلم هذا ما يغير في أن مشاريع اللي مريت عليها المياه والكذا ما يتم فيها توجيهها لحسب الجنس أو الدين أو غيره فمثل ما ذكر الأخ إبراهيم الصالح ما يسأل واحد لما يريد يشرب ماي أو يدخل لعلاج العيون ما هو دينك لكن أنا أشرت لأن هناك يعني كمية كبيرة من الجامعات الوحيدة اللي جاية من العالم العربي ومن الكويت عن طريق جمعية العون والحمد لله على مستوى كبير في زمالة بينها وبين جامعة متخصصة أخيرا فيما يتعلق بقطاع المياه أيضا توجهت الجمعية من سنتين للتخصص في موضوع المياه في اليمن لأن موضوع اليمن في موضوع في مسألة المياه كارثي أمراض ومواصلات تقطع بلسيول حجم الأمطار اللي تنزل في اليمن سنويا 73 مليار متر مكعب يستفاد من ثلاثة فقط والباجي هدر إما في الوديان أو في إلى البحر فركزت الجمعية في فرعها أو مكتبها في اليمن على هذا المجال فقط لا عندها في تعليم ولا في الأيتام قالت هذا مجال الوحدة يحتاجه وأدركت الحكومة اليمنية أن هذا فعلا شيء مفتقد هذا التخصص فلما شكلنا هيئة استشارية نصها تقريبا من المسؤولين في الحكومة من وزارة الزراعة من وكيل مساعد وكيل وزارة الهدف من هذه الشراكة هو أن نعمل على بينا فما نحفر في مكانكم ما في مياه الحكومة عندها دراسات جايتها من هيئات دولية النواحي الجيولوجية تريد تعمل سد تحتاج أيضا دراسات متخصصة تقول أن هذه المنطقة تناسب عمل السدود فهذه نقلة في مستوى العمل الإغاثي أو التنموية اللي طابعة مستديم ويعيد الناس لأن في هجرة دائمة من الأرياف إلى المدن بسبب نقص المياه والعكس صحيح لأنها مناطق أساساً زراعية لكن نقص المياه أدى إلى هجرتها والعكس عندما إيش اسم فتتنوع المشاريع ما بين حفر بناء سدود النقل بسيارات النقل بالتمديدات يعني آخر مشروع نفذناه في سقطرة فيها كهف ضخم مليان مياه حلوة من آلاف السنين لكن القرية ما تستفيد بنا لأنه في منطقة وعرة فنفذ المشروع بالتعاون مع الصندوق الكويتي فقط لإسالة المياه مجال المياه مجال جداً جميل ويشارك بالأثر تنموي أيضاً دخلت فيه الجمعية والناس والناس والله الحمد هناك يعني يرون أثر هذا ويرون أن الكويت دائماً الجمعية تسمى جمعية العون المباشر ينقصين الكويت في كل مناسبة الكردث يعني أو الثنائي أنها بالفعل هذه أموال متبرعين كوتيين وأيضاً بدعم وتوجيه يعني كريم من صاحب السمو عمر البلاد وزارة الخارجية وزارة الشؤون لأنها ترى بعينها السفراء هناك يرون الأثر هذا صاحب السمو لما كان عبد الرحمن سميط يا رحمه الله كان يعاني في التنقل قال تعالى هذا جواز دبلوماسي حتى سهل عملية فهذا الدعم المعنوي يعني له دور كبير فيما وصلت إليه الجمعية وشكراً جزيلاً على الاستماع نشكر الأستاذ فيصل الزامر عضو مجلس إدارة جمعية العون المباشر على ما تفضل به بإيضاح مشاريع الجمعية الخيرة العامرة التي تبرز التنمية المستدامة وبالفعل هذه المشاريع مكنت المستفيدين والأهالي في قارة إفريقيا خاصة بالكسب أو التعصيل العلمي وعلى مستوى جامعات أنشأت فهذا الحقيقة مفخر الكويت أن تصل إلى هذا المستوى من العطاء الإنساني وأيضاً المشاريع التي تفضل بها في شأن المياه ومصدر الحياة حيث فعلاً تكلم عن مشاريع كثيرة في اليمن وإفريقيا أوصلوا من خلالها المياه وتصريفها وتقنين مشاريع المياه إلى كل المحتاجين فهذا الحقيقة إنجاز كبير مشهود له بالشكر والتقدير والثناء باسم الشعب الكويتي على هذا العطاء السخي والبذل الكريم خاصة كما سبق وقلنا أنه قام على أيدي بيضاء من أهل الكويت المتطوعين الباذلين جهد ومال لإنجاز هذه المشاريع الضخمة المشرفة ننتقل الآن للأستاذ علي الحمدان المستشار في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وهي أيضا معلم ومؤسسة وصرح خيري إنساني كبير تبناه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح رحمة الله عليه في إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية واليوم نفخر بها مؤسسة ضخمة على مستوى العالم الإسلامي فليتفضل ليوضح دور الهيئة وآخر إنجازاتها ومعطيات أعمالها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة بداية أهل الكويت جبلوا على مساعدة الفقراء والمساكين من لما كانوا قبل البترول كانوا يساعدون بين بعضهم البعض كانوا يساعدون الجيران كانوا يساعدون حتى الجار إذا كان في رحلة غوص أو رحلتها كانوا يساعدون عنهم فجبلوا لما انتقلوا إلى مرحلة الغناء بعد البترول يعني انتقل وتحول هذا العمل الفردي مثل ما تفضل أخوي فيصل الزامل أستاذ فيصل الزامل أنه أصبحت مؤسسات وليس عمل فردي كان هناك عمل فردي فانتقلت إلى مؤسسات هذه المؤسسات ابتدت ومثل ما تفضلوا أيضا بفكرة من الشيخ جابر رحمه الله وكذلك كبار رجالات الدولة وتجارها بأن هذه الفكرة تجميع حوالي مليار دولار مليار دولار للفقراء والمساكين في الكويت أو في دول العالم فهني بدت الفكرة هذه وتبلورت إلى أن أنشأت هذه بعد سنتين إلى إصدار مرسوم بإنشاء هذه الهيئة خلنا نشرح بداية الهيئة وأعمالها الخيرية ونشوف أعمال المشاريع التي مثل ما تفضل أيضا المستدامة وغير المشاريع الطيبة التي تمنتها الهيئة وأهل الكويت طبعا أول شيء القصة مثل ما تفضل لنا فكرة تحولت إلى مشروع أملاق لخدمة البشرية هذا المبنى الهيئة والآن فيه من المشاريع الكثيرة وفيه من الإدارات سواء داخل الكويت أو خارجها هذا المبنى الرئيسي أيضا الهيئة من كبريات طبعا المؤسسات فهي هيئة مستقلة صدرت المنصوم أميري وهي تتبع وزارة الأوقاف أيضا من أن قصتنا أيضا مثل ما قلنا السنة التلثمانية أصدر المنصوم بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية كوى السعر الميضة شخصية اعتبارية مقرها الكويت ولها أن تنشئ فروعا خارج الكويت أيضا لها فروع داخل الكويت وفروع خارج الكويت وهذا أيضا سبيل الانتشار أيضا عالميا ودوليا وأيضا أيضا أيضا أغام شيخ صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد حفظ الله بدعم مشاريع وتوجه الأغاث المنك ومشاردين جراء الكوارث الطبيعية والحروب في باكستان وإندوليسيا إلى دول العالم كلها دعم كان من حكام الكويت كل جميع وانتهي الآن ما زال الدعم في شيخ صباح حفظ الله رؤيتنا الرياضة في العمل الخير الدولي المشترك رياضة ورسالتنا أيضا تحقيق عالمية العمل الخير من خلال التمييز المسامة في البناء المؤسسي للجمعيات والمنظمات العاملة أيضا قيم عملنا التنمية مشاريع التنمية المؤسسية أن نعمل كمؤسسة الشفافية الوضوح التواصل بينه بين الآخرين الاحتساب لله سبحانه وتعالى في هذا العمل الخيري أيضا مجالات عملنا المجال أو التواصل وشون تبدعين مخالب أنا قاعد أمشي بسرعة لعشان الوقت وعشان نلحق على الصور في فيديو إن شاء الله المجال الأول التواصل وشون المجال الثاني استثمار وتنمية الموارد عندنا أيضا استثمارات عندنا تين أوقاف نستثمرها عندنا أموال أيضا متجمعة تم فيها شراء مثلا عقارات ومن خلالها تستثمر أيضا للمسلمين المجال الثالث تنمية والإغاثة الإغاثة ستشوفون إن شاء الله مشاريع التنمية ويمكن تستغرب من بعض مشاريع التنمية وأعتقد أن البعض يمكن ناصر معنا والإغاثة والإغاثة أيضا في كل مجالات الإغاثة في جميع أنحاء العالم في أفريقيا في آسيا وهي لها الريادة في المشاريع والآن الإغاثة سوريا أيضا المجال الرابع الإعلام والتسويق الألاقات المحلية هذا مجال عملنا أيضا التنمية البشرية والأداء المؤسسي تنمي عندنا أيضا هناك دورات تدريبية أيضا هناك صالات التدريب وتنمية المجتمع أيضا تقديم نموذج إسلام وتميز وتكامل لعمل خير الإسلام الحديث مختفي ذلك بالنموذج العظيم وعمل خير في الحضار الإسلام وتميز تراتيج التلحية بالآتي الريادة في تأسية معالم الأسلوب المسمي في العمل الخير إدارة وتنظير وممارسة العمل ضمن نهجية وتكاملية في تخطيط وإقامة المشروعات التنموية فلا تغطيص الهيئة على جانب واحد من الجانب العمل بل تتزع كثير أعمال كثيرة ومتنوعة وما زالت أيضا النوع وأفكار ودراسات لتنويع العمل خيري أيضا ليش علشان نصل إلى الناس المحتاجين في أماكن البعيدة حتى لكن يعني يبيل أيضا يعني مثل هذا التنويع لنصل إلى هذا الفقراء التنسيق والتعانم مع الهيئات والمنظمات الخيرية يعني أحد المؤسسات الكويت كلها في العمل خير لهم الريادة أحد المؤسسات وليست بعد الهيئة أحد المؤسسات وصلوا إلى الصين فوق في الأجبال وأنا شفت صورها بحقيقة بعضهم يقول ليش ويهم مغبار يقول مقابرين ويهم يقول هذا اليوم اللي ما يقسلون فيه بل يستخدمون الماء للشرب اليوم الثاني لا الماء اللي عندهم يستخدمونه للقسير وهكذا فهني صار مشروع صار مشروع شنو اللي هو خزانات ما تحفر بالأرض تحفر بالأرض لهم لأن كانت فيه شوية مشكلة مع الدولة أنك أنت ما تنشر هذا فالمهم يعني وين وصلوا الجماعة وصلوا لأعلى ثم وكان بالأجبال هذا أيضا استراتيجيتنا هي نفس الأهداف تقريبا يعني نبل نكررها ولكن موجودة عندكم أعتقد يمكن موزعة أيضا منها تمكن مجتمعات الفقير محرومة تستغناء المساعدة الخارجية قبل المساعدة تبرأة تنفق الشريعة عن الزكاة والصداقات أيضا تأمين الموارد دائما للعمل الخيري من خلال استراتيجيتنا نحن عشان نطلق إلى العالم أيضا إلى العالم يبنى هناك شركات متخصصة حتى تكتب هذه استراتيجيات لتساعدنا في مفهوم جديد يمكن في الأمل خيري أيضا دعنا نينيبة علشان نصل إلى جميع المسلمين المحتاجين وإحنا الهيئة أيضا هي ليست فقط أيضا للمسلمين حتى لغير المسلمين ساعدهم يعني في اللغاثة راحوا الجماعة للغاثة نص في منطقة من المناطق حطوا اللياب والآكل حطوا في المسجد قال ليس حطوا المسجد في هناك برق لأذين برق المسلمين قال لا حطهم تكفي لهم للمسلمين فقال حطهم وحطيناهم بره وقاموا استفادوا أيضا لغير المسلمين هي دعوة بعد أيضا ونص يعني محتاجة وهيئة أيضا يعني تساعد حتى غير المسلمين عالمية أيضا أهداف المساعدة محتاجة أن مكانهم مثل ما قلنا تهدف إغاثة أيضا ضحايا الإغاثة محاربة القضاء على المرض والأمية والجهل أيضا أيضا الأولوية أعطاء الأولي المشاركة التنموية حق الفقراء طبعا المجتمعات الفقيرة استغلال مواردها وتحويلها من المجتمعات استلاكية إلى مجتمعات مستقلة دعم الأقليات المسلم زادة على المحافظة على شخصية الإسلامية الكريمة وحقوقها مساعدتها يعني عشان يظهر المسلم وحتى عباداته يؤدي عباداته بشكل مرتاح وسليم إذا أنت ساعدت وحده أيضا أن يسموه والأمير والعمل الإنساني بالنهاية الأعمال التي قامنا فيها سواء الهيئة أو المؤسسات الأخرى مثل ما تفضل أقولنا أستاذ فيصل الزامل هذه نتجتها الأعمال التي قامت فيها دولة كويت مؤسساتها دعم من الأمير الله يحفظه فهذه الشهادة التي منحت منحت الكويت كلها أيضا سمو الأمير برزت توجهاتها حضر صاحب السمو في تكلف الهيئة الخيرية بأن فيضنات باكستان بأن تكون مظلة إنمائية لجمعيات الخير الكويتية في تنفيذ برامج الإغاثة وعندما أصدنا أيضا ضرب السمو الأمير حفظ الله ورعاه المثل والقدوة في توجه الحكومة الكويتية توجيه إلى توميل إلى عدد من القرى النموذجية في تركيا سنرى الآن يعني نماذج من القرى يعني ممتازة يحفظ بها المسلمين في هذه النماذج في هذه وليست خيام بل كلفت يعني مبالغ ولكن حفظت المسلمين من الآن البرد والثلج أيضا الإنجازات هذه الآن ندخل في الإنجازات بعض الإنجازات للهيئة في المشاريع هذه بشكل الآن المشاريع كانت حوالي 319 أنا لا أتذكرهم نشوفهم على أساس الوقت المشاريع المساجد المياه التعليمية اجتمائية هذا أحفظه الجميع يعني نوع المشاريع التنموية الإنجازات أيضا حق الأيتام 5974 يتيم كفالة يتيم بالدينار الكويتي هذه مبلغ متكلف أيضا مساعدات هذه مساعدات عامة اجتلا أيضا الدعوة التعليم هذه بعض المساجد التي انبنت في دول أفريقيا وآسيا هذه المساجد من الإنجازات التي ذكرنا بعض مساجد الإمساع فيها مدارس تعليم هذا بئر الأبار وهذا أيضا مسجد و أماكن وضوء أيضا هذا بئر هذا بئر يدوي هناك بئر يعني على حسب الإمكانيات في بئر يدوي وفي بئر يعني كهربائي وعلى حسب أيضا مدة البئر أيضا ممكن يكمل معك خمس سنوات ممكن عشرين سنة على حسب مثل ما نقول أنت ومدت يدينك والأجر على قدر وهذه مدرسة أيضا هذه مدرسة أيضا هذه كلها مدارس أيضا من الإنجازات وحدة تنمية المجتمعية هني اللي أقول لكم الآن في أشياء يعني يمكن الإنسان بعض ما مرت عليه هذه وحدة تنمية المجتمعية هي تعطي قروض لناس علشان تساعدهم في يعملون مشاريع من نفسهم يعني هذا مشروع في فلسطين خياطة مشروع خياطة وبعدين تبيع مو بس تشوف المتابعة الهيئة أيضا تبيع وتبتدي تحصل إرادات وترد الفلوس ردة القرد خلاص يلا امشي كملي الآن زي اخذنا القرد وعطينا آخرين أيضا غير الملابس هذا مثلا بقالة محل بقالة هذا هني قارب هذا قارب الشرق قارب يلا روح صيد وبيع يعني تنمي قدراتهم هذه مزرعة شوفوا لاحظوا مزرعة ويروحون جماعة من عندنا أيضا يروحون يتابعون ويروحون المزارة هل فعلا قاعد يزرع هل قاعد يبيع هل ينتج علشان ترد الفلوس وأيضا تتنمي الفلوس هذه أعتقد دواجن دواجن هذه دواجن بيض يبيع أو ينتج أيضا نشوفوا ما شاء الله وهذه أبقار أبقار وحليب كلها مزارة كلها هذه بعد أيضا يعني حتى سياكل يشترون سياكل علشان يعني يشتغلون فيهم أيضا من الإنجازات المشارعة تقومت بها لجنة فلسطين الخيرية هذه أيضا المشارعة كرة صحية مشارعة المسلمية مشارعة تنموية أيضا كفالة طالب علم هذه أبطار صائم في القدس في اليم غبة الصخرة هذه اللي وراء غبة الصخرة في القدس شوفوا ما شاء الله العدد الكبير من المسلمين هنا أيضا وحدات صحية قاعد يبحص وهذه أيضا مساعدة البيوت التي ضررت هذه أيضا في فلسطين البيوت التي ضررت والنهدمت أيضا هناك مساعدة لها هذه كلها المساعدات البيوت ترميمها ترميم البيوت هذه سيارة أصعاف يعني أصعاف متنقلة مساعدة أصعاف متنقلة يعني جميع هذا أيضا العقيقة والله حمي توزع حق الفقراء والمساكين المحتاجين وهذه مشاريع أيضا اللغاثة كلهم اللغاثة وتتوزع وتتوزع الإغاثة في بيت مهدوم يعني تشوف أن حتى في البيت المهدوم ساكرين فيه أيضا وصلت لهم الإغاثة وهذه أيضا كلها وهذه تركيب أطراف صناعية حق المحتاجين أطراف الصناعية أيضا هذه البرامج الأغاثية كانت في سوريا في الصومال في أغاثة باكستان اليمن كلهم الدول هذه أيضا هناك أغاثة برامج أغاثية كلها هذه أكل يتوزع مجموعة من سلة تحتوي على أنواع كثيرة من الأكل المحتاجين على أسف كل دولة وتتوزع والشباب هناك يروحون هذا دكتور عبد الله معتوك رئيس الهيئة الحالي يروح يكشف أيضا هذه البيوت التي كانت في الخيام الزعترو في تركيا أيضا في تركيا هذه لاحظ كلها يعني بيوت على طراز حديث وخسرين عليها لأن الخيام هذه الآن في الثلج هذا يعني الله يعينهم لكن هذه حفظتهم أريد أن أشقلكم فيديو بعد إن شاء الله هذه الصور لاحظوا ماهي في تركيا على المستوى ماهي المستوى هذا لك كلهم فيها مدارس وفيها وفيها مستوصفات وفيها هذا ماهي المستوى ماهي في تركيا على المستوى أن يفتتاح القرية هذه عشر قرية وفي القرية فيها تقريبا ألف بيت يعني بعد ما خلصوا بعد مستمرين إن شاء الله كلها بدعم الدولة ودعم فضل الله ثم أيضا سمو الأمير الشيخ صباح هلا يحفظ هذه كلها افتتاح على مستوى شوفوا هذه هذه المباني كلها مع الشغاء هذا جماعة المراحة مريضا نفس الموجودين هذين 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 تحت رعاية رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية معالي الدكتور عبدالله معتوق المعتوق وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت تم تشجين قرية الكويت النموذجية بمخيم الزعدري للاجئين السوريين وجاء هذا العمل بمكرمة أميرية سامية مقدمة من حضرة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تشمل ألف وحدة سكنية استفاد منها ستة ألاف لاجئ سوري إن الدور الكبير الذي يقوم به أشقاؤنا من دولة الكويت الشقيقة ممثلة بأميرها حفظه الله وشعبها وحكومتها له دور كبير خير ويبدو ذلك جليا من خلال احتفالنا هذا اليوم بافتتاح القرية الكويتية النموذجية الشاملة في مخيم الزعدري في إطار عدد من البرامج والمشاريع الإغاثية التي تحرص دولة الكويت على تنفيذها مؤازرة للأشقاء السوريين وتضامنا معهم وسعيا لتخفيف حدة المحنة التي ألمت فيهم وتتألف القرية من ألف وحدة سكنية ومركز طبي ومسجد ومدرستين واحدة للطلبة وأخرى للطالبات ونحن في الكويت إذ يطيب لنا أن ندشن هذا المشروع ونقدمه هدية لأشقائنا السوريين نعرب عن مشاركتنا لهم في الألم ونؤكد سعياً معهم من أجل تخفيفه والعمل على زواله كما نشاركهم أيضاً الأمل بأن يعودوا إلى ديارهم ووطنهم آمنين سالمين أخواني أخوات أنتم تعلمون أنه يقف خلف كل عمل عظيم رجل كبير واسمحوا لي أن نتقدم بكل الشكر والعرفان والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجافر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه لتحمله شخصياً تكاليف هذه القرية في مسعى يعكس إحساسه الإنساني النبيل بحجم الأزمة وتداعياتها الإنسانية وجدير بالذكر أننا في شهر أكتوبر من عام 2013 افتتحنا مشروعاً مماثلاً في مخيم الزعتري ويضم أيضاً الفيت جاهز وفي شهر يونيو من هذا العام نفسه وفقنا الله سبحانه وتعالى وافتتحنا قرية الكويت النموذجية في منطقة كلس التركية وتجتمل على ألف بيت جاهز وأربع مدارس ومركزين طبيين وهذا ما عندنا أوزاكم الله خير نشكر الأخ الأستاذ علي الحمدان المستشار في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على إيضاح دور ونشاطات وإنجازات الهيئة وما تم افتتاحه من مشاريع مؤخرة الحقيقة الآن نعطي المجال لضيوفنا الكرام في التفضل بإبداء أي أسئلة أو تعقيبات أو استفسارات بسم الله الرحمن الرحيم عبدالله الحيدر من بيت الزكاة أهلا وسلم أنا الحقيقة اليوم أول شيء بشكر بالفعل مجلس الوطني الثقافي من الأداب أعطانا جرعة خيرية ثقافية كأننا نفقدها صراحة نحتاج أنا أعتقد حتى هذا الندوة لها تقطية كبيرة في الصحافة تقطية كبيرة أيضا في الإعلام هذا جانب اليوم بس ودي أسأل أستاذ فوزي كثير من الأحيان نحن لما نسافر أنا أشغلي في العمل خارجي فنشوف ما شاء الله مشاريع لصندوق الكويت التنمية كأننا في منهج جديد أنه ممكن التعاون مع جهات خيرية أهلية لأنني أنا مثلا رأت الصين شوف جمعية من الجمعات الكبرى صندوق الكويت التنمية سوالهم مشروب فكيف ممكن خلنا افترض الجهات الحكومية الخيرية كبيت زكاة يستفيد بالتعاون مع صندوق الكويت للتنمية بحيث نعمل مشاريع ضخمة حنا الآن عمرنا ثلاثين سنة في السوق أو في العمل خيري ممكن نتعاون معاكم هذا جانب جانب ثاني ودي أنا شفت لكم تصريح صندوق أن نقدم مساعدات للأردن لصالح اللاجئين وحصل فرصة أني أشوف المشروع عبارة عن مثلا مجموعة مستوصفات مجموعة مباني متخصصة نوعا ما لصالح اللاجئين كيف يمكن حنا كجهات خيلية نحرف كيف استثمر هذا المشروع باعتبار كثير من الأحيان مع الأيام قد نتناسى جهد دولة الكويت في هذا الموقع شكرا 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 طبعا بالنسبة لسؤال الأول بما تفضلت فيه أنه كصندوق كويتي نحن مؤسسة تعمل حكومية بحتة وطبعا ندعم الانجيوز من خلال مشاريعنا البنية التحتية الأساسية يعني على سبيل المثال بأننا نحن نحاول أن نوفر الاتصالات لكي الانجيوز ممكن والقطاع الخاص ممكن أن نكون هو متحرك نبدل الطرق عندنا السوج الصرف الصحي والمياه طبعا من الصعب كصندوق الآن في هذه المرحلة أن يكون يعني بتمويل مشترك مع الانجيوز دائما نحن مع الحكومة المعنية ومن خلال هذه الحكومة بأن هناك مشاريع كثيرة أن الانجيوز يكونون ممكن يعني يتطلعون على المشروع الطريق إذا كان الطريق من من الديرة إلى فححيل على سبيل المثال الانجيوز يكونون مترقبين هذه الفرصة بأن هذا مد الطريق الذي قام فيه الصندوق أن يكون عندهم مشاريع بالحجم الذي ممكن الانجيوز يسوونه بما يتكلم بموضوع الأردن وطبعا يتكلم المنحة قدمت للأردن ولبنان وسوريا وطبعا هي المحاولة لدعم اللاجئين بطريقة عدم لجوءهم للاستقرار في هذا المكان يعني كثير من الناس يقولون ليش ما ركزتوا على بناء منازل موضوع منازل البنية التحتية اللي حاولنا أن ندعم ندعم البنية التحتية لكي مرحليا ونجعل لهذه الدولة أن لا تؤثر النازحين لا يؤثرون عليها ولا نجعل من النازحين أنهم ممكن يستقرون في الأردن على سبيل المثال كسوريين إذا حصل بيت وشعر أنه مرتاح من هذا البيت العودة ممكن أن تصعب عليه فلذلك نحاول قدر استطاعتنا بأن نحن نوفر للبنية التحتية لكي نسعف اللاجئ ونسعف الدولة المستضيفة لهذا اللاجئ السؤال آخر تفضل محمد فجع النزي محامي سعودي وعضو الرابط العربي للثقافة الفكر الأدى في دبي استاذ فوزي استاذ فيصل الزام يتسوى لوجه محققة وأشكر الأخ الحمدان على ما تفضل به لا شك أننا دول الخليج دول نفطية و يعني دول غنية و جمعيات الخيرية والنفع العام يعني يعني أرى أنه يجب أن تعيد دراسات استراتيجيتها منذ أن يعني أنا وعيت وهي تساعد وتخرج يعني أموال كثيرة مساعدات في الدول الأفريقية لكن استاذ الزام الاستاذ الحمدان هناك الآن يعني نرى الطبقة المتوسطة في الدول الخليج يعني لو كان هناك مركز خيري خليجي ينظر إلى هذه الطبقة و يقول يعني يعني الاهتمام بالمواطن الخليجي هناك موال كثيرة يعني أستيرة للخارج ومن انطلاق من التعاون على البلو التقوى نعم لكن مثل أفريقيا ما تتكلم فيه الأستاذ الزامل منذ أن نشأت جمعية العون لو هناك التركيز على القادة وهي كما قلت هي الدولة زراعية بامتياز لكن هل الأموال التي تذهب إلى الخارج هل هناك يعني مردود يخرج كالسفير الذي أتى أتى صاحب السمو وقال له أنا يعني من إنتاج أسميض هناك أموال كثيرة تخرج فلو كان يعني مركز خليجي خيري سواء عندنا فيه يعني في دول خليج هناك كما سمع الهلال الأحمر وكما سمعنا عن الصندوق وكما سمعنا عن الجمعية الخيرية لو كان هناك يعني مركز خليجي خيري ينظر لدول كثير من مواطنين خليجي فقراء واضح هل هناك مجال التعاون الخليجي في إنشاء جمعية أو منظمة أو مؤسسة نعم ولا شك بين دول من التعاون شكرا شكرا في نقطة الأول بالنسبة للتعاون يعني أتكلها عن جميات العون تقريبا 60% من المشاريع تنفذها من موارد من خارج الكويت يعني والله الحمد المتبرع الخليجي حاضر ولما تنفذ المشاريع في فريقيا دائما يكون في أكثر من عالم الإمارات عالم سعودية عالم قطر من على حجم التبرعات التنسيق مع الجمعيات أحيانا المشروع الواحد تكون في أكثر من الجمعية خليجية المشروع الواحد للتكاتف الحمد لله مثلا من جمعية قطر الخيرية مثلا كذلك في المملكة على مستوى الصناديق التنمية اسمح لي استاذ فوزي في استماع سنوي بين المؤسسات الخليجية للتنسيق فأحيانا المشروع يكون مئتين مليون أو أربعمائة مليون بالطريق الواحد فما تتغذي جهة واحد أو صندوق واحد فتتكاتف الجمعيات وفيه اجتماع دوري التشغيلي كل ستة شهور عندنا اجتماع على مستوى مدراء العمليات وفيه عندنا سنوي على مستوى الرؤساء المؤسسات الصندوق السعودية للتنمية الصندوق العربي الصندوق البنك الإسلامي الصندوق الكويتي الصندوق البوضبي وصندوق قطر للتنمية ومؤسسات زميلة أخرى تقريبا تسع مؤسسات تجتمع في كل ستة شهور تنسق بينها في هذه الأعمال والقيام في مشاريع مشتركة هناك مشاريع كبيرة لا يمكن الصندوق الكويتي منفردا أن يموّلها ولكن لا بد أن تدخل مؤسسات أخرى مشتركة في هذا التمويل ومشاريع السدود معروفة بياننا هذه المشاريع لا يمكن تمويلها من مؤسسة واحدة أو ثنتين فلذلك يعني التنسيق وارد وهناك دعم واضح والمجتمع الدولي الآن الأثر على المواطن الخليجي للأسف للأسف إنه إنه يمكن الإعلام مقصر في موضوع الدعم ولكن هو دعم كبير جدا وعلى سبيل المثال نحن نتكلم على مستوى الكويت اليوم في الصندوق الكويتي صندوق الكويتي لما نتحدث عن أرقام فقط نتكلم على الصندوق الكويتي بأن أنشئ برأس مال مئة مليون ثم رفع رأس ماله إلى مليار دينار كويتي وما بعد ذلك إلى مليارين تسعمية وسبعين مليون قدمت من الحكومة وطبعا هذا استقطاع من الشعب الكويتي آنذاك والصندوق الكويتي من موارد ذاتية ومن استثمارات الداخلية غطى رأس المال بمليار وثلاثين مليون من موارده اليوم رأس المال غطي بمليارين دينار كويتي موجودات الصندوق اليوم هي أربعة فاصلة أربعة مليار دينار كويتي هذا أنا بس لما أقول هذا الرقم هذا الرقم يسمى قصة نجاح وهذه بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه المؤسسة والقائمين عليه للأمانة بأن قاموا بجهد جبار خلال الخمسين عام الماضية بأن اليوم قادرين أن نعيش بنفس المستوى الإقراضي لعشرين سنة قادمة بدون أي مبلغ يقدم من حكومة الدولة الكويت وهذا بحد ذاته بأن لو نعود إلى الجوانب نتكلم على الجوانب السياسية لما كان في مرحلة لما كان الغزو وكثير من ما كان يثير بأن شنو مردود الصندوق الكويتي وما قدم صندوق الكويتي لو تلاحظ في 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 لما من المتحدة رحمة الله عليه الشيخ جابر لما وقف في كلمته وابتدى المهور أو مندوبين الدول هذه كلها وقفت وتصفق لي الشيخ جابر تأييداً بأن لو تلاحظ بأن كل من وقف آنذاك كان من من مستفيدين من الصندوق الكويتي وكانوا يعرفون تماماً الكويت وما تقدمه الكويت بصدق وبأمانة وليس بمنة وليس بشعور وبإحساس لهذا المواطن أو لهذا المستفيد بأن الصندوق الكويتي يرى هناك بتقديم هذا العون لأي شيء مثل ما قال أخوي زميني أستاذ فيصل في هناك مشاريع المستدامة هذه المستدامة على طول شقالي الجماعة على طول وبعدين أتيك مثلا المشاريع الخاصة الخارجية مساجد آبار هذه موجهة من المتبرع أنت ما تقرد تسوي في شيء أيضاً يمكن حق أخوي أيضاً لما قال حق في الخليج في أشياء ما تقدر خلاص موجهة موجهة ما تقدر تقول لا أودها مكان ثاني لما لم تستس شيء رأياني وبعد أن تتوجهها أنت في آسيا يقول لا أبيها في المنطقة أبيها أنا في الهند في منطقة الفلانية لأن هذه ما فيها مساجد فيها مساجدين كثيرة أبيها المتبرع اللي محتاجه له غير هذه على طول لازم تزورهم وشوفهم نعم ضيوفنا الكرام الحقيقة وصلنا إلى ختام هذه الجلسة وهي الجلسة الثالثة في ندوتنا التي تعقد ضمن مهرجان لقرين الثقافي الحادي والعشرين والحقيقة موضوعها هو الحقيقة في قمة أولويات مهرجان لقرين الثقافي لما له من أهمية موضوع اختيار وتكريم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه أميرا قائدا للإنسانية في العالم والكويت دولة قائدة للعمل الإنساني في العالم هذا التكريم والتشريف أراد مهرجان لقرين الثقافي أن يوثق هذا العمل من خلال دور المؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية التي تنادت دائما في العمل الخيري والإنساني فللجميع الذين شاركنا في تقديم هذه الرؤية من الداخل من داخل هذه المؤسسات وإنجازاتها ونشاطاتها وأبرز أعمالها لهم منا كل التقدير والشكر والثناء على ما تفضلوا به متمنين جميعاً لهذه الجهود في الإغاثة والعون والدعم والمساندة ومشاريع التمكين والتنمية المستدامة مزيد من التوفيق والنجاح الحقيقة هذه المشاريع وهذه الإنجازات رفعت اسم الكويت وصداها في العالم أجمع خلقت في أعمال الهيئات والجمعيات الخيرية الإنسانية الكويتية صدا قوي جداً في العالم ولدى المنظمات الدولية واحترام لإسم وسمعة دولة الكويت ومكانتها وهذه القناعة التي ترسخت بدور الكويت السياسي الفعال هي التي خطت نهج السياسة التي رعاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه باختيار سياسة جديدة في العالم سياسة التعاون والوفاق والتضامن الأممي وهذا الحقيقة ينقص كثير من الدول في توجهاتها السياسية التي ربما تلجأ إلى الانحياز ربما تلجأ إلى الانضمام إلى أطراف في كوارث وحروب وأزمات ولكن للكويت خطها السياسي الذي يحترم في الحياد والاتزان والاتفاق والشراكة العالمية أشكركم على هذا الحضور المتميز المستمر معنا أشكر ضيوف الكرام المتميزين دائماً بعطائهم التطوعي والثقافي وأشكركم وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة